اشتركوا في القناة افرجنا من ظلمات الجهل الوهم الى نور العلم الفهم طبعا زملاء اليوم راح نتكلم بموضوع قد يظن البعض انه موضوع عابر تقرير طبي لكن حتى يكون للمحاضرة شيء اسمه اكشن والناس تركز معنا بمحاضرة سأعطي معلومة وعطي قصة حدثت معنا منذ اسبعين حتى يا شباب تعرفوا مدى اهمية هذه المحاضرة المعلومة التقرير الطبي اذا كان يحتوي معلومة غير صحيحة فهو وثيقة مزورة يعني بتعوش وثيقة مزورة يا شباب يعني يحال كاتب هذا التقرير الى محكمة الجنايات يعني مثل ومثل اللي بيرتكب جريمة مثل ومثل اللي بيرتكب بزور عملة تماما فكل تقرير طبي يحتوي على معلومة غير صحيحة فهو وثيقة مزورة يحاسب كاتبه كاتب هذا التقرير جنائيا حتى تنتبهوا اهمية المعلومات رح نذكرها اليوم بالتقرير طيب القصة اللي حثت معنا منذ اسبوعين حتى تعرفوا انه احيانا لما سير في محاسبة او شكوى تمام ما فيش اسمه حسنية هاي هامة جدا نتبهلها عاطفة حسنية نويت اخدهم المريض قرابتي الرجال يعني بيعرفني بعرفوا هذا ما بيمشي لحال الشباب منذ اكتب من اسبوعين تقريبا ركزوا بهالقصة تتعرفوا اهمية هذا الكلام انا دائما احب اذكر قصة في بداية المحاضرة من شان ان يكون في تشويق اكثر منذ فترة اسبوعين او اكثر قليلا في الشمال السوري شخص مزل على دار ايتام صوروا على دار ايتام وارامل وصرق ماتور اخذ ماتور الواحب يقولي دكتور اي شو دخل الماتور وسرقة الماتور بالتقرير الطبي اسمع للاخر يا اخي هذا الشخص صرق ماتور وراح وتيسر لكن هذا الشخص صرق الماتور ما بيعرف انه في كاميرات مراقبة تراقب مدخل ومخرج القرية وفعلا من خلال كاميرات مراقبة تم التعرف على الحرام او السارق ادارة القرية ما بدت تعمل ضجة ارسلت له ناس انه خلاص رجع الماتور وكذا قال انا ما نزلت انا انا كذا انتو بتتهموني صار عنده رجل شريف مكة كما يقال في المثل فاجت ادارة القرية اشتكت على هذا الشخص طيب هذا الشخص قدامه عدة حلول اما ان يحلف يمين كاذب ويقول انا مش انا لكن كاميرات مراقبة مثبتة ما في مجال او يجيب الشهود ينفو الواقع انه كان موجود في مكان واقع والله انا كنت بعفرين بعزاز وسرقة قصارتهم بحوال ادل وما حولها او طريقة الاجهل الحرامي شو هي يا شباب راه لعند قرابة له طبيب وجاب تقرير الطبي من عنده قال له والله انا اتأخرت عن العمل وعن الوظيفة واذا سمحت يا قرابتي وساعدني والله يباري فيه وبيحاسبوني بخص مرات بمعارشو قال له ايه قال لي بس اكتب لي تقرير طبي انا باليوم الفلاني الساعة الفلانية كنت عندك بالعيادة تمام والله ازيك القير والله الدكتور بفس النية كتب هذا التقرير لهذا الانسان وراح هذا الانسان قدم هذا التقرير للقضاء كي يبرر انه مش حرام لكن الكاميرات والشهود وتعرفت انه هو الحرام ولولا ان القاضي قدر انه هذا الشخص الطبيب انسان طيب وانحنا زكينا الطبيب لكان زمينا الطبيب حاليا في السجن يحاكم جنائيا من خلال هذه القصة يا جماعة سنبدأ مخابرة اليوم وتشوف اهمية هذه المخابرة هي التقرير الطبي بالله تعالى سلايد لبعض طيب شو التقرير الطبي يا دكتور عم تبكينا قصة وخوافتنا وجنايات في التزدير تعريف التقرير الطبي هو الوثيقة التي يكتبها الطبي تتضمن وصف الحالة الصحية للمريض اذا كان تقرير خي او احياء او امات نتكلم عن بعض وتقييم حالة الصحية للمريض والعلاج المقدم له طبعا اذا كان تقرير طبي عادي لانتم تفتحوا جمعنا لطباء غير تقرير طبي شارعنا نفكر حاليا الفرح يذكر فيه بنهايته اسم المريض كذا الاخره حالة الصحية المرضية العلاج كم يحتاج باستراحة كي يتعافى هذا المريض من حالته المرضية هذا التقرير الطبي بشكل عام طيب لبعده اما التقرير الطب الشرعي يختلف في اختلاف كمير هو الوثيقة التي يكتبها الطبيب الشرعي سواء كان طبيب شرعي مكلف يعني طباشر مكلفين تكليب او طبيب شرعي مختص بناء على طلب جهة مختصة القضاء وشرطة حصرا وتنتهي النتيجة بقرار يتم الاعتماد عليه قضائيا لإصدار حكم قضائيا شايفين يا جماعة شو فرق بين التقرير الطبي العادي والتقرير الطبي الشرعي لسلايل لبعده رح نتكر اهم الفرقات بين التقريرين لبعده طيب شو نقاط الاختلاف والتشابه بين التقرير الطب الشرعي لنكتب احنا كطباء شرعيين او مكلفين والتقرير الطب العادي لنكتب الطبيب بالعيادة بالمشفى تمام اول شيء كلاهما وثيقة هامة واي معلومات خاطئة فيهما يعتبر جريم التزوير اذا انسواء كان تقرير طب شرعي او تقرير طبي عادي لنكتب بعياداتنا يا جماعة روح جيب تقرير وتعال وخط طوابع وخط فيه طباء يعني اسعب يأخذ 200 ليرة على التقرير متأكل من حالة المريض والله ايه والله بده قدمه لمنظمة يا شباب انتبه لهذا النقطة يعني اليوم جاني كذا تقرير راجعت اطباء بيخص النية بس ما اخذهم مقابل مادة على التقرير يعني التقرير عم بيعطوه 200 ليرة أو 300 ليرة من انسان فقير معدم من شأن يقدم المنظمة يوفر صلة اغاثة او او سواء المريض صادق او غير صادق لكن الطبيب اعطى تقرير والتقرير فيه معلومات غير صحيحة وبالتالي اذا هذا الامر يتابع فهو جريم التزوير اثنين التقرير الطبي العادي يمكن يعطى على بناء طلب المريض انا انت مريض عندك بالعيادة فحصته بالمشفى ممكن تعطيه تقرير طبي هلا مشوشو بيتضمن تمام مريض بناء على طلب جهة غير قضائية وغير شطة مثل لجنة فحص العاملين طبيعي مريض بيجي بيفحص الطبيع بيعطيه تقرير طيب اما التقرير الطب الشرعي يعطى بناء على طلب جهة مقتصة حصرا يعني كطبيب شرعي يا جماعة ما بيقدر يجي مريض لا عندي والله يا دكتور فلا انضربني بدي تقرير طب شرعي ما بيمشي الحال هلا انت كطبيب عيادتك الخاصة بتقدر تكتب راجعني طفلان جرح بالرأس جرح كذا رضع العين رضع البطن تكتب تقرير عادي او شرط طبعا ينتهي التقرير الطب العادي لبنك تكتبو انتوا بالعيادات وبالمشافي بفترة استراحة يعني هذا الشخص بده يستريح عن شو عن عمله يوم يومين ثلاث اربع اما التقرير الطب الشرعي بينتهي بنتيجة لها اهمية قانونية كبيرة راح نشوف شو النتيجة بينتهي فيها التقرير الطب العادي الشرعي لان بناء على النهاية هاي سيكون هناك حكم قضائي براءة سجن تعويذ مادي سحب شهادة فيه كثير امور ممكن بناء على نتيجة التقرير الطبي الشرعي فيها قبل طيب بالنسبة لتصديق التقرير تصديق التقرير الطبي العادي لانتوا بنكتبوه بعياداتكم لتكتبوه بالمشافي اما يصدق من ادارة المشاة او يصدق من مديرة الصحة بينما التقرير الطبي الشرعي يصدق حصرا من الطبابة الشرعية بيأخذ رقم سجل بيأخذ بدوان الطبابة الشرعية وسجلات الطبابة الشرعية انواع التقارير الطبية هلا احنا ذكرنا تقرير الطبي عادي اللي حكينا عنه بكتبوه معظم الطباء والتقرير الطبي الشرعي طيب هلا عندي انواع التقرير الطبي من حيث الزمن طبعا حتى انت منك تكبو كطبيب عادي بالتقرير الطبي العادي والتقرير الطبي الشرعي التقرير الطبي النوعين من حيث الزمن. إما تقرير طبي نهائي أو مغلق أو قطعي المريض استقرت حالته تعطي تقرير. مريض عندك بالمشرة أنا طلبت منك استشارة تكتب المريض 1-2-3 عنده رضع العين كده. بتعمله فخص عيني. سورة عظمية بطن. فخص عصبي. أي إن كان بتقول لي أنه هذا المريض وابعه مستقر. ما في عنده اختلاطات. يحتاج لاستراحة لا يحتاج كده. هذا من سميه تقرير طبي نهائي. قطعي مغلق. ويعطى هذا التقرير حين استقرار الحالة النهائية للمريض. يعني أنا لما أطلب منك استشارة زميلي للطبيب. والمريض بعده بالعناية المشددة ما بقي قدر تعطيني تقرير نهائي مغلق. لو طلبت استشارة. أما التقرير الطبي المفتوح فإذا كانت حالة المريض غير مستقرة أو حياته مهددة يعني أنا مريض بعد قيد العلاج بالمشفى مريض بالعمل الجراحي مريض بالعناية المشددة مريض حالة العامة خطرة أنا ما بقدر أعطيه تقرير طبي نهائي سواء كان شرعي أو تقرير طبي عادي. أنا أصف الحالة سنتكلم بعد قليل ماذا يتضمن وصف أصف حالة المريض كل الإجراءات. وبكتب نهايته أنت كطبيب معالج إن الحالة العامة للمريض حاليا غير مستقرة ولا يمكن تقيم وضعه النهائي حاليا ممتاز. أنا كطبيب شرعي بناء على هذا كلام بفحص المريض وبناء على استشارتك يا زميلي بعض المريض يتم معينه بعد 48 ساعة بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بناء على تقريرك وتقييمك لولد المريض. إذن هاي النوع أنواع التقارير الطبية من حيث الزمن إما تقرير نهائي مغلق حالة المريض مستقرة أو التقرير مفتوح فعال عدم استقرار حالة المريض أو حياته مهددة والخط. النوع الثاني من التقارير كتنون لبعض من حيث الحالة الطبية أنا بدي أكتب تقرير تمام؟ من حيث الحالة الطبية شو الحالات بكتبها التقرير؟ سواء كنت تقرير مريض طبيب معالج أو طبيب شرعي أول شيء لحالات المرضية الجسدية حوادث السير وضمن الإصابات طبعا حوادث السير المشاجرات إصابات العمل تمام؟ هاي من حيث اثنين من حالات المرضية النفسية والعقلية أنا ممكن يجيني حالة مريض بده قوامة مريض يدعي الجنون مريض يدعي كذا فأنا بعتمد على استشارة طبيب النفسية وطبيب العصبية فأنا بكتب تقرير لحالات مرضية نفسية عقلية كذلك عندي الحالات الجنسية طبعا هون رح نتكلم بعد قليل في التفاصيل أنا أحيانا مريضة بترفض أني كطبيب شرعي أفحص إشاء البكارة والمنطقة التناسلية بدها طبيبة نسائية طيب أنا بعثها طبيبة نسائية لكن الأسف الشديد عم تجينا أتكلم بعد قليل بعض القصص والحيثيات لكن أنا بتقرير الطب الشرعي بنزل استشارة نسائية باسم الدكتورة وبكتب ملاحظة بالأخير أن هذه المعلومات الواردة على هي على مسؤولية الطبيبة أو الطبيب الفحص أو يعطى التقرير في حالة الوفيات كثير إحنا نطلب مننا أن نكتب تقرير لإنسان متوفق سواء بالمشة أو أنت بتعرفه بوفاة طبيعية فحصه أو متعبوا برياتك قد يطلب منك تقرير وفا طيب حاليا يا شباب جماعة سواء كان تقرير طبي شرعي أو تقرير طبي عادي أو أيا كان التقرير حتى نكتب تقرير أكاديمي يعني شو أكاديمي لا يا زملة السؤال يحق للطبيب المقيم أرجو من أحدا من الشباب السجل أني مقدر يعني أعطي المخاضرة وسجل ملاحظات بسرح أجاوب هذا السؤال طبعا أنا بالأخير بدي تقرير مصدق من إدارة المشة فأنا بعتمد إذا تقرير كتبه أخصائي أو مقيم تمام يا جماعة فأنا بدي أني يكون مصدق من المشة طبيب مقيم بمشة تمام وكتب لي تقرير طبي أنا بدي أن يكون مصدق من إدارة المشة مدارة مصدق واعتمد لكن إذا كانت هذه المعلومات خاطئة رح يتحاسب المقيم من الطبيب الأخصائي إذا كانت معلومات غير صحية تمام مراحل كتاب للتقرير الطبي يا جماعة حتى يكون تقريرنا أكاديمي أسعى الناس نكتبه إحنا تقرير طبي كثير بس نكتبه ددى معينة فلان الفلاني اسمه ثلاثة يلا إصابة كذا يلا ما بيش الحال إحنا التقرير الأكاديمي اللي بدأ نكتبه بشكل أكاديمي يا جماعة ويكون هذا التقرير يبرئ الذمة ويحميك كطبيب كتب التقرير وإنت عم تعطي تقرير فعلا يتم الاعتماد عليه من الناحية الطبية ويعتمد عليه من ناحية الإحصائية والبحثية وقضائيا تمام يجب أن يتضمن المراحل التالية حتى أنا أقول هذا التقرير الطبي يا جماعة تمام أولا المقدمة أو المقدمة تتضمن الجهة مش في شوية أفطاهم لأي سامح هنا الجهة التي طلبت التقرير أنا هذا التقرير عم بوجه لمن للطب الشرعي لمديرة الصحة مشاء لمعمل للمدرسة للجامعة مين طلب هذا التقرير فلذلك يا جماعة احنا كثيرا نقطة خطأ كبير جدا هذا خطأ قانوني يعتبر ذكر عبارة في بلاي تقرير إلى من يهمه الأمر ما يمشي الحال إلى جامعة إلى إدارة الجامعة إلى إدارة المدرسة إلى كذا إلى الشركة إلى 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 يجب أن يوجه التقرير الطبي إلى جهة محدد ولازم أنت كطبيب تعرف لمن هذا رح نتكلم ببعض الحالات حديث عن قصص مؤلمة أنه أنا والله كتب التقرير هذا التقرير تكون إلى من يهمه الأمور مش له لماذا نبدأ حدد الجهة هذا الجهة فقط يعتمد هذا التقرير يعتمد لأنا طالب جامعي تغيب عن الامتحان رح نتكلم بعد قريب هالأمور فأنا هذا التقرير بعتمده فقط لمين لمين بعتمده بعتمده للجامعة يمثل زمين الطبيب لذكرناها القصة بداية المخاضرة لو الدكتور كاتب هذا الرجل بيقول لك أنا بشتغل مع فصيل أو بشتغل مع لو الدكتور إلى الفصيل الفلاني إلى الشركة الفلانية إلى الجامعة الفلانية ساعدت هذا المريض ما بقدر يستخدمه بالقضاء شايفين ليش أمد أحدد الجهة هم جدا أحدد الجهة يتضمن إذن المقدمة الجهة ومفصل هوية المريض اللي هي الاسم العمر رقم تواصل أنا سؤال بجيبه من فحص كثير بيعرفه أول إجراء عند كتابة أي تقرير طبي أول إجراء التأكد من هوية المريض مريض لازم تأخذ هويته يا جماعة ممكن يعرضوا عليك مريض هاي نقطة هامة جدا احنا بالطب الشريحة ريسين عليها انت مريض ممكن يجيبوا لك مريض غير المريض المطلوب للتقرير مثلا جيبوا لك مريض ما عدته لعندك العيادة وكتبت انت هذا المريض يعاني من اضطرابات عقلية كذا غير مسؤولة عن تصرفاته الشخصية لكن هذا التقرير كان مقصود فيه لشخص آخر بس انت ما تأكد نهوية المريض انت بحصت مريض معتوه حقيقة حق معك لكن مين هذا الشخص لعطيت التقرير فيه شخص آخر موجود بالخارج هو انسان بيستخدم هذا التقرير لغايات أخر فلذاك انا لازم اتأكد من هدو اثنين الوصف شو الوصف سواء كان تقرير طبي عادي او شرعي انا بالنسبة الي كل المشاهدات مريض فحصته يعاني من اضطرابات هضمية اسهالات القياءات انا بالطب الشرعي بصف اذيات روح ربوط اذا عم ببحث جثة ببحث جثة لباسة ببحث اصابات علامات الموت الصمال الرمي الزرقة الجيفية التبدلات الحرارة كله بذكره بصف انا عم بصف بتقريري التقارير الطبية المرفقة يعني انت لما تكتب تقرير مثلا انت كتبت تقرير معين طبي عادي او شرعي طبعا انت ممكن تحتاج صورة شعية ممكن تحتاج تحليل مخبرية ممكن تحتاج خزعات انا ممكن احتاج كطب شرعينات الدينا ممكن احتاج عينات فانا لازم احط ضمن تقريري انا شو طلبة استشارات طيب ممكن استشارات انا كطبيب شرعي بطلب استشارة عصبية استشارة عظمية استشارة داخلية استشارة هضمية هيك بكتب فأنا لما أكتب تقرير أكاديمي أولا المقدمة 1-2-3-4 ثانيا الوصف ثالثا الاستشارات الطبية طيب بنيأتي على فقرة اسمه مناقشة لتفسير بعض المعلومات في التقرير طبعا أنا بالطب الشرعي كثير هامة أما ممكن بالحالات العادية ممكن لا إلا إذا كان الطبيب عم يكتب معلومات اختصاصية بحثه حتى ممكن بعض الزملاء باختصاصات أخرى ممكن ما يفهم مع الدكتور فلذلك أنا بدي أكتب مناقشة أنا بالطب الشرعي كثير بهمني لما أنا عم بكتب تقرير أعم بكتب تقرير لقاضي لمحامي مش لطبيب فلما أحط هاي فهو الدخول طيب ليش هاي فهو الدخول هاي فهو الخروج ليش هذا تلمشنق ليش تلمشنق هذا تلمخنق ليش تلمخنق طيب يعني أنا إنسان أطلعت خبرة طبية عم بكتب تقرير طبيب عم بيقول لي المريض يعاني من إصابة مطلقة للصمات طيب أنا كطبيب يعني ما أنا طيب قلبية والله هذا كلام يعني استوقفني فاضطريت أستشير لذلك إحنا بقسم المناقشة بحط أنا بعض أتفسير بعض المعلومات التي تكون مبهمة إما للطبيب الزميل إذا كانت استشارتك اختصاصية بحتة أو إذا كان من يقرأ هذا التقرير هو ليس بطبيب مقاضي محامي إنسان باحث طيب عندي النتيجة وهي أهم قسم من أقسام التقرير الطبي لأنني كطبيب عم بأطلب استشارة شرعي ممكن ما أطلع كل الكلام فوقاني أطلع على خير الدكتور شو حتفقد رؤية بحط تفقد رؤية خذل شقي بحط خذل شقي فتعتبر النتيجة أهم قسم من أقسام التقرير الطبي يعني يا شباب أنا مثلا موثق دولي فأنا أحيانا بكتب خبرات ممكن تكون تقرير خبرة لمريض ممكن تكون 25 صفحة أو 30 صفحة وأحيانا 40 صفحة تصورها تصور تقرير لحالة حالة معينة تستغرق مني أكتب 20 و 30 و 40 صفحة التقرير الواحدة تمام طيب بالمحكمة والقاضي ممكن ما يقرأ كل شيء ما فاضي قرأ له 30 صفحة بتطلع شو عن نتيجة فتعتبر النتيجة إذن أهم قسم من أقسام التقرير الطبي رح نتكلم شوية معلمات عنها إذن أول إجراء بكتاب التقرير التأكد من هوية الشخص اللي بتبحثه ضروري وهم قسم النتيجة وبالنهاية يا شباب لازم أني هام جدا أكتب اسمي بشكل صريح للأسف الجديد تجينا تقارير اسم الطبيب مش واضح ختم الطبيب مش واضح لابد أني أكتب يا شباب ضروري هام جدا اسم الطبيب واضح توقيع واضح تاريخ وساعة كتابة التقرير الطبي لأن هذا هام جدا قد يستخدم هذا التقرير لتبرير جريمة لتبرير غياب مزور طب أنا لما كتبت التقرير الساعة سبعة هو راح قدم المحكم أنا الساعة سبعة كنت عند الدكتور مش لا فيجب أن يكتب التقرير بدقة كاملة من حيث الاسم الطبيب والتوقيع والتاريخ والساعة لبعضه متى يكتب التقرير الطبي في حالتين إما عندنا حالات الوفيات أو حالات الأحياء وفي حالات ثانية بالأحياء راح نتوصلها متى يكتب التقرير الطبي إما بحالات الوفيات الطبيعية وكل مننا كل طبيب معرض كل طبيب معرض أنه يكتب تقرير طبي لوفق كل طبيب أبدا سواء كنت بمشفى أو بعيادة خاصة أو وينما كنت فأنت أحيانا يطلب منك تقرير ووفق اثنين الوفيات في سجن من السجون أحيانا بيننا عرضينا وفاة إنسان كان من السجون فأنت بدك تخط وفاة وهذا هو تحت التعذيب أو تحت العنف والشدة أو وفاة طبيعية الوفيات المفاجئة غير متوقعة أو غير معروفة للسبب فعندنا نوعين الوفيات يا شباب أنا اللي حضر عندي مادة الطب الشرعي عرفنا مرة الموت المفاجئ والموت المشبوه ما بدأ فوت بتفاصيل حاليا التعاريف لكن أنت كطبيب أحيانا يطلب منك أنك تكتب تقرير شخص شب تمام ما في عنده شي فجأة مات أو وفيات مشبوهة إنسان في شبهة جنائية بيموته فيكتب أنك تطلب تقرير الوفيات الناجمة عن حواد السير الإصابات الرضية حوال السير حواد السقوط إصابات العمل التسممات يعني يعني مبارح حالتين وانتحار وفاة فيهم تمام حالات الطلق الناري الغرق المشاجرات تمام عند الإدعاء بالنسبة للوفاة يعني ممكن الإنسان قل لك إنسان مات موت مش طبيعي وهون في إدعاء مو الدعاء يا شباب قالني آسف يعني هاي الملاحقة يعني قد ما نكون حذرين ما يكون في خطأ بالكتابة بصي خطأ مش عنده الدعاء بالنسبة للوفاة عنده الإدعاء بالتسبب بالوفاة عنده هاي الفقرة أرجو للتصليحة وإحنا مصلحة إن شاء الله عنده الإدعاء بالتسبب بالوفاة وعنده حالاتنا بشي القبر يعني إحنا كل فترة شهرين ثلاثة أربعة نضطرنا بشي قبر وفي قصص والله هم تكون مؤلمة شخص بيكون مقبور وفاته جنائية مشان يعني تعف إذا ما كان في عدالة ما في شيء يقبر هذا الشخص أن يكتب له تقرير لذلك يا جماعة أنا أنصح يعني آخر آخر حادثة نمشنا فيها قبر تصوروا جريمة قتل جريمة قتلها اسمعوا شو ما أقول جريمة قتل في عزاز وما حولها جابوا الجثة من هناك دفنوها هون في إدلب حوالي إدلب تصوروا طبعا يلام يلام طبعا صار تحقيق كبير جدا بس ما كونه بتعفر القضاء هون غير هناك آآ الله يسامحوا أحد أطباء ما أعطي تقرير وفاة طبيعية وعلى هذا التقرير مرقوا من الحواجز تمام وجهوا هون دفنوها الجثة وبصراحة لو كان في اتصال بين القضاء هون وهناك كان هذا الطبيب يعاقب يعني هي وفاة جنائية نبشت القبر وثبتت أنها وفاة جنائية تمام من فترة طلعنا على نبش قبر طفلة عساس عايشة عند أبوها اتشفت الأم بعد سنة ونص أنه البنت غير موجودة تصور بعد سنة ونص عايشة عند أبوها ومرت أبوها والأم مطلقة الأم بعد سنة ونص تقريبا حابت تشوف بنتها طلبت الناس وبنتها البنت وين وين وش وين طبعا الطفلة كانت ما بالتحقيقات بسبب وفاة جنائي قتلتها مرت الأب لكن الأسف الشديد التقرير الصادر عام الشفاء أن وفاة طبيعية انتنات انتنات تنقوسية فيا شباب الله يبقى فيكم فأنا لازم أكون حذر جدا لبعده طبعا هاي القصص برويها يعني موجودة هون يعني مش عم باتكلم عني بمكان آخر عندنا بالشمال السوري طيب احنا تكلمنا حالات الوفيات متى يكتب التقرير الطبي في الحالات الأحياء الحالات المرضية اللي احنا كلنا مناكتبها يعني إنسان مريض مرض معين بكتب له تقريره الإصابات الجسدية كسر سقوط مثلا أي شيء أي صبع جراح عمل جراحي قمت فيه يكتب تقدير أحياني تقدير العمر احنا كثير حاليا عندنا تقدير عمر خاصة من سهل موضوع المدرسة تحديد الجنس في بعض الأسماء بتعرفوا فيها مثلا كفاح مهند شو بعد عندنا أسماء كثير بتجينا أسماء هي امرأة متزوجة لما راح يثبت العقد هي مسجلة من نفوذ ذكر في بعض الأسماء بيسموها للذكري والأنثى طيب اختاروا أسماء يعني شوين بعيدة عن فهي بيجينا أحيانا تحديد جنس عندنا جرائم الجنسية والحالات الجنسية كثير هاي ننتبه لها حالات الاغتصاب اللواط الفعل منافي للحشمة الإجهاض العقوم العنانة الحمل حمل السفاح اللقطاء كمان احنا مكتب هاي تقاريرها ممكن نستشير في كعطباء احيانا يعني مثلا طفل لقيت بيجينا تقريب من طبيب أطفال مفصل عن حالته بيقيمنا حالته الصحية احنا مشان نعطي تقرير ونحاوله لدار اللقطاء السلامة الجسدية انسان حاليا تعرف وعم تدققه لجنة فحص العاملين بده عمل بده شهات السواقة السلامة الجسدية من الاعاقة الخلو من الامراض السير المالية اللي بده يفتح مطعم بده يشتر بحالات معينة دراسة الحالات العقلية والنفسية الوصاية القوامة المسؤولية عن تصرفات الشخصية يعني بصراحة كثير هذا يعني هام احيانا بعض الاشخاص بيدعوا الجنون او الامراض النفسية او العقلية بياخذوا بيحس النية من طبيب انه هذا الشخص يحتاج غير مسؤول عن تصرفاته او بيقول لك والله بده وصي او قوامة بيكون فيه عنده ورثة كبيرة جدا وكثير تيجينا خبرات بصراحة انه هل هذا الشخص فعلا يحتاج وصي او قوامة بيكون اللي رافع عليه القوامة اما ابنه او اخوه او اخوها او ابنها لأسف الشديد طبعا بدي اقولكم ان شاء الله هيك نغير جو شوي بس ارجو هاي الجزئية ما تتسجل يا جماعة اذا عم تتسجل مقادرة الاستعراف عاد التجيل تمام الله يبقى فيكم بالاستعراف وبصمة الدين ايه انا ممكن احتاج اكتب تقرير طبعا احنا كثير عم نحاول البصمة الدين احنا بيأمس الحاجة لها حاليا خاصة عم نكتشف مقابر جماعية حالات الابوة حالات نفي الابوة اعتبات ابوة هاي لها بحث خاص لبعدهم طيب احنا ذكرت انه النتيجة في التقرير الطبي هي اهم قسم وقد يكون الجزء الوحيد من التقرير الذي يطل عليه زميلك الطبيب او القاضي او المحامي او شخص الباحث او ايشير فلذلك انصح عند كتابة التقرير الطبي اولا ان تكون النتيجة بخط واضح يا جماعة الخطوط مش له ان تكون مفهومة والابتعاد عن المصطلحات الطبية غير شائعة بعض الشباب نقرأ لهم اضابير بيكون مقضي اقاري مصطلح او مختصر لحالة مرضية طيب مو شائعة يا زمي يعني ما بقدر احقق يعني يكون عندي احاطة كل المعلومات والمصطلحات والمختصرات الطبية رجاء لما تكتب انا بلاحظة بعض الاضابير لما تكتب مختصر طبي او مصطلح طبي اتمنى يكون شائع لان بدقاء التقرير مش فقط طبيب زميلك بنفس اختصاص قد يقرأه طبيب من اختصاص اخر طبعا النتيجة يجب ان تكون مختصرة وان تعطي جواب واضح للهدف انا الطالب استشارة نفسية لازم الطبيب شرح يعاني كذا يكتب الاخير هذا المريض يعاني من كذا هذا كذا طلبة استشارة عظمية طلبة استشارة عصبية يجب ان تكون النتيجة واضحة يعني بدي جواب يفش الغل جواب شافي انا اسفين انه كطبيب خبير لبعده طيب اهمية النتيجة في التقرير الطبي انها اهم قسم اقصام التقرير الطبي قد يكون جزء الوحيد الذي يطلع عليه اصحاب العلاقة واتخاذ قرار وبناء النتيجة سيتم اتخاذ قرار سواء كان تقرير الطبي عادي انت عطيته اشتراحة شهر تمام شو بدي يساوي دي عطل عن المدرسة شهر خاصة المدرسين او الموظفين او العمال او الطلاب دي عطل شهر كامل انا بالنسبة الي كنتيجة هامة رح نشوف بعد قليل بناها على هذه النتيجة كم يوم يحطوا بالسجن كم يوم قد يدفع مصاري كم يدفع تعويض لبعده طبعا هلا بس رح افصل شوي طب هصيل الله يبادكم بشكل سريع وارجل اليوم ممكن الاطالة شوي بس المحاضرة تطلب ذلك النتيجة في حالات وفاة الضمن لازم تكتب يا زمين السبب المباشر وغير مباشر ووفاء لأسف الشديد نطلع على قارير وفاء سبب الوفاء توقف قلب وتنفس هذا سبب غير مقبول لا قانونيا ولا طبيا ولا علميا ولا أكاديميا ولا شرعيا لأن كل واحد بيموت بدي توقف قلب وتنفس عندهم ليش أنا أتابع كأنه صار في عطل أو فصل رح أتابع يا زملاء تمام فلذلك يا جماعة اللي بتكتبوا أنا بشوف تقارير طبية بالمشافي سبب وفاء توقف قلب وتنفس هذا غير مقبول أبدا بدي حط طيب سلايد واضح تمام بدي حط سبب مباشر وغير مباشر أنا لما أقول إنسان صار عنده مات سبب وفاء صدمة نسفية ناجمة عن تمزقات حشويه البطن تمام فأنا بدي أذكر طيب بالأخير هو رح يتوقف قلب وتنفسه تنفس بذلك سبب وفاء مباشر مباشر بيهمني كثير كثير بيهمني إذا مش على أقل إذا ما فيه مشلة جنائية بالأبحاث أنا بالأخير عندي إحصائيات سنوية تطلع بدي أشوف أهم سبب وفاء بالشمال السوري حوالث السير عشو عم بتنتج عنها مش أن أعمل أنا إجراءاتي على هذا الأساس حبة الغاز للأله زي من خير جماعة يعني يدات باب الهواء بصراحة كثير ريحون كان كل وفي كنت كان كل حبة غاز وفاء كل حبة غاز وفاء حاليا لا الحمد لله في حالات عم تنجو فأنا من خلال السبب لم أذكر السبب المباشر ويمباشر بتقرير وفاء أنا ما عم تكلم طب شرعية جماعة عم تكلم عن تقرير عادي اضبارة المشفى عندك فأنا بتهمني أكاديميا وإخلاقيا وعلميا وقانونيا وشرعيا لكن بتهمني بحثيا أنا بكرة بدعم البحث معين أشجع أسباب الوفيات في الشمال السوري باجي بحط وقف قلب تنفس أو وقف قلب تنفس هذا ما مش حال اثنين إذا ما أذكر السبب مباشر مباشر اثنين بأذكر زمن الوفاء ثلاثة بأذكر السبب الطبي الشرعي للوفاء يعني يفضل حتى لو كنت مو طبيب شرعي بقدر أقول هذه الوفاءة طبيعية أنا أشك بانتحار أشك بأنه في شبهة جنائية مشان توجهت الشرطة أنه لا روح أجيبه طبيب شرعي يكشف عليه لما تحطيت أنت سوفاء طبيعي الشرطة يقول لك خلص والأهل يلا طبيعي يلا أخذوه على البيت كثير في جثث نبشناها من قبر بسبب أن الطبيب كاتب سوفاء طبيعي وفي جثث رجعت من الدفن على المشة فلذلك يجب أن نحدد الشكل الطبي الشرعي للوفاء هذا مش شرط فقط طبيعي أنت كطبيب بالمشة بتقول هاي وفاء طبيعية أنا في شبهة انتحار في شبهة جنائية لبعضي طيب في الحالات الجنسية ماذا يتضمن الطبيب أول شيء بدي أحدد نوع الفعل منها إلى الحشمة هي مريض يوصل لسعامة توفي مد طبعا بهيك حالة إذا أنت شبها خبر الشرطة نصيحة إذا بدأ رويلكم قصص قصص وفيات هي طالة على الصدفة رجع الشرطة فوتوها بالصدفة وانطلبنا قصص تحولت وفاة طبيعية إلى جراء قتل بشعة وإذا صار متسع من الوقت قد أذكر بعض القصص أنا ما بدي أطول عليكم المحاضرة تتضمن كثير معلومات دقيقة وتفصيلية لكن إذا بروركم قصص أنه كانت وفاة طبيعية وطالعين يتفنوها وبالأخير طلعت جريمة قتل جريمة قتل مش وفاء مش انتحار فأتمنى يشاهد من هالنقطة فأنت بس تكون وفاء وصلت عندك متوفي إذا كان سبب الوفاء بالنسبة لك واضح مريض تم إسعافه على مكان محدد بنوبة احتشاء وصل عندك متوفي أنا عاش قلبي رئوي متوفي خلص لكن لما يكون الإنسان مش واضح فما بتخسر شي ريح رأسك تمام اطلب الشرطة وخبر الشرطة طيب بالأفعال المنافية للحشمة لأول شيء أنا بدأ حدد بدد النوع هل هو اقتصاب هل هو رواب هل هو شدود جنسي بدأ حدد سبب هذا الفعل بدأ حدد اختلاطات ومضافات ناجحة من الفعل شو مثلا صار في حمل صار في تمزوقات بالشرج تمزوقات بالعجان صار في عدوة جنسية يعني هاي الأمور كلها بالتفصيل مذكرها لما أكتب تقرير طبي في حالة جنسية خاصة أنا أتكلم عم نطلب هاي حاليا من صراحيا بيجينا بعد تقريبا بعض المقيمات لأن احنا منلاقي حرج بفحص الأخوات من ناحية التناسلية الشرجية وأنا ما بقدر أجبر مريضة أنه لازم أبحثك لو محول أن النحكة ما لو محول من القضاء فلازم أبحثك يعني من كم يوم حسن حالة اقتصاب طبعا أنا استعنت بأخوات ومريضات من طالباتي بالقبالة صاحبات خبرة بإحدى مدارس القبالة لأن أنا بشرح بشكل جيد هاي الأمور استعنت بطالبة ومطالباتي المريضة ارتاحة نفسيا وبالأخي طلعت حال ادعاء اقتصاب خلا بيقولي شو ادعاء اقتصاب ما ناشفت بالطب الشرعي الجنسي الله يبادكم اللي بعده النتيجة في حالات العقلية والنفسية تضمن أنا برجع شوف حاطيت بكلمة خط أحمر انتبه يا شباب انتبه لما تكتب تقرير لقيم فيه الحالة العقلية والنفسية المريض دائما اذكر حاليا ممكن انت يعني بصراحة المريض يضيعك ممكن مريض ذكي جدا يعني 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 طباء مهما بلغنا من الخبرة قد تمام ممكن المريض يشفى تمام مثل ما أنا الحالات التي ذكرتكم بيها كنت أكتب كلمة حاليا من شاما هذا الشخص براءة جنون وروح يتكب كل جرائم بمجرد أعطيته هذه الوثيقة دي أذكر فيها الحاليا الوعي والتجاوب والتوجه أحدد نوع المرض إن استطاعت بحدد مسؤولية الشخص عن تصرفاته الشخصية ومش القيامة القوامة والوصايا والوصايا مش القيامة يا شباب كمان أرجو يعني ننتبه لا لبعض طيب هون طبعا كتبت ذكرت الحالات الجنسية والحالات العقلية والحالات الوفيات بصراحة يعني ممكن الطبيب بحياته العملية يمرق عليه عدد قليل من الحالات لكن كتاب التقرير الطبي لأحياء هذا يمكن يكون بكر خبزك اليوم بعيادتك يجيك أربع خمس تقرير باليوم الواحد طيب أنا شو بدي أكتب بعدما ننكر المراحل المقدمة والوصف بدأتكم بالنتيجة سبب الإصابة يعني أعطيكم مثال يعني نغير جو الشيء بقصة يجاني من فترة شخص عنده كسر انخسافي بالجوجمة بس ربكم الحميد ظل عايش عقيد الحياة يجي لعندي بده تقرير طبي طبعا أنا ممكن أعطي تقرير طبي بختم الخاص بس ما ختمة طبي يجي لعندي تقرير طبي إن شاء نبرر الغيابة عن العمل وبعرف هو منوضف في إحدى المعامل قلت له أخي الكريم قال لي دكتور والله أنا وقعت أثناء العمل سقوط وقع على الأرض وصار عندي كسر انخسافي جميل طبعا الكسر انخسافي عنده يا جماعة في قبة الرأس يعني من فوق القبة هذا منشاهده بحالتين لحضر عندي طب شرعي كل الإصابات فوق مستوى القبة على محيط الرأس هي إما سقوط منشاهق على الرأس مثل حالات الغطس أو سقوط شيء على الرأس من الأعلى سقوط حر فأجأ قلت له يا أخي الكريم يعني منظرنا هيك أضحككم شوي يا أخي الكريم يعني فأنت جاي تفتح بديرة عميان قال لي شلون دكتور قال لي يا أخي هاد واحد ضربك على رأسك أما قول لي واقع بالمعمل أصدقني القول بدأ ساعدك فيقص مكرويناها لطبابنا اللي حضر عندي طب الشرعي قال لي يا دكتور أصدقك قول لي قال لي إيه قال لي أنا مزوج ثنتين قال لي تمام قال لي الزوجة الأولى تمام حاطها بالطابق الثاني فوق والزوجة الثانية حاطها بالطابق الأرضي قلت له إيه قال لي أنا وطالع عمل عم بسنى السرفيس قدام البيت تمام فإذا بنزل شي علي من برندة من فوق على رأسي سقوط فر رامع علي طوبة بلوكة من سمينها الله سطره الزلمة قال لي أخي ليش ما طي ما تشتكي قال لي واحد بشتكي عمرته قال لي شو الحل ليش بدك التقرير قال لي أنا بدي السلامة خايب بكرة تدي علي أنه أنا ضربتها فلذلك يجب أن تحدثها الإصابة هل هي فعلا ناجي مع طبعا لحضر الطب الشرعي إصابة من قبل غير أو إصابة ذاتية مفتعلة للحصول على العطف أو حصول الاستراحة بتعرف الإصابة الذاتية وقبل غير الإصابة العرضية فبدأ حدد هذا السبب عمر الإصابة كم يوم من يومين من ثلاث من أربعة هاي دي يا شباب أنا ما أتكلم طب شرعي لأن الشخص اللي عندك فعلا أنت فحص نفس الشخص نفس الشخص وتأكد من هويته والإصابة موجودة بس أنت حاطيته تقرير اليوم بس هو مضروب من ثلاثة أيام أو أربعة أيام فحاول قدر ما استطاع أني أحد عمر الإصابة وبالإضافة هل هي إصابة رضية أو عرضية أو مفتعلة أو جنائية أو بقصد الانتقاب لبعض طبعا هاي شوما مميز بنات هاي طب شرعي صارت طيب النتيجة في حيالات الأحياء في التقرير الطب العادي هون يا جماعة وصلنا لزبدة الكلام ركزوا معي في التقرير الطب العادي ينتهي التقرير بالاستراحة أنت لما تكتب تقرير بعياتك ومشا هذا المصاب يحتاج فتة الاستراحة على العمل مدد ثلاثة أيام أربعة أيام خمس أيام تمام تعطي استراحة يعني المقصود فيه كم يتعطل يحتاج المرض أو الإصابة الموجودة عند هذا الشخص أن يبقى في المنزل أسبوع خمس أيام تمام طبعا أنتو بتعطي الاستراحة فوق العشرة أيام بدها لجنة فحص عاملين تحت تسع عشرة أيام ممكن يقبلوها بالجهة الرسمية بالشركة بالجامعة بالمدرسة بالمعمل قد تقبل بدون لجنة فحص عاملين تتصدق مديرة الصحة الاستراحات أكثر من تسعة أيام وعشرة أيام تعرض على لجنة فحص عاملين ما بتصدق هذا التقرير هذا التقرير الطبي العادي يصدق من الشؤو بقسم نسيت اسمه أو مدير صحة الصحة في قسم بتصديق التقارير ما نسيت اسم القسم أو لجنة فحص العاملين إذا كانت الاستراحة أكثر من تسعة أيام لبعد طيب النتيجة في التقرير الطبي خلنا نقول الشرعي لأن أنتبه يا شباب في بعض المصطلحات لحضر عندي طب شرعي بيعش وبتعني لكن هي هامة جدا لأن بناء عليها يبنى الفترة السجن والتعويذ الماد النتيجة في الحالات الأحياء في التقرير الطبي الشرعي التي يبنى عليها الحكم القضائي مش والعروبة يبدو أنا بحب العروبة كثير والعقوبة في بعض الأخطاء أرجو ما أيدرأ منكم طيب أولا في فترة الشفاء هلأ كثير بننسى السؤال فترة الشفاء شو بتعني فترة الشفاء هي عودة العضو إلى حالاته الطبيعية من ناحية التشريحية والنسيجية والفيزولوجيا كسر حتى يرجع بشكل طبيعي العظم كم يحتاج خمسة أشهر ستة أشهر فترة الشفاء لا يبنى عليها حكم قضائي ولا يبنى عليها تعويض مادي لأن هذا الشخص بده فترة حتى يشفى فترة الشفاء إذا عوضة العضو الجلد العمل الجراحي الكسر فتح البطن أي أي شيء حالته الطبيعية من ناحية الفيزولوجيا ونسيجية طيب فترة العطالة هنا انتبه يا جماعة هنا هامة جدا لبناء على فترة العطالة ممكن أحدد فترة السجن الذي سيجن فيها الطرف الآخر أو كم يدفله طويض مادي شو تعريفها هي قدرة المصاب على العودة إلى مارس أعماله العادي بيطلع درج بركب سيارة بيسوق دراجة بيروح بيروح على السوق بيجيب غراضه تمام يعني وتختلف فترة الشفاء نحن طلع طالة يعني أنا الكسر ممكن الإنسان يتعطل شهر شهرين ثلاثة أما كشفاء ممكن يضل ستة أشهر طيب النقطة الهامة هي العاجز أو العاهة إذن فترة التقرير الطبي النتيجة بالتقرير الطبي الشرعي تضمن فترة الشفاء وفترة العطالة والعاجز والعاهة الدائمة أسعى أقولكم دكتور طيب هذا الطب الشرعي شو دخلنا إحنا رح أقول لك ليش بيهمك جدا هذا كلام العاجز والعاهة الدائمة تعريفه هو فقد العضو أو فقد منفعته جزئيا أو كليا بشرط هذا الفقد غير قابل للشفاء وكل بس أعطي عاجز تحولت القضية جنايات انتبه يا جماعة إذا أعطيت نسبة عاجز واحد بالمئة للمصائب تحملت محكمة جزائية أو مدنية لمحكمة جنائية ويترتب عليها تعويض مادي كل واحد بالمئة عاجز عليه نسبة تعويض مادي طيب قبل ما أطعب هذا السلايد يا دكتور أنا شو دخلني بفترة الشفاء والعطالة والعاهة الدائمة لا يا شباب كلكم بكرة ستكونوا ضمن لجان طبية أنا ستعني لجنة ثلاثية والخماسية والسبعية طيب اللجان من بيكون فيها من بيكون بهذه اللجان بيكون فيها طبيب العظمية والعصبية والعينية والداخلية والقلبية والجراحة والتوليد والأطفال والتخدير كل شيء كل شيء أنت مهما كان اختصاصك في يوم الأيام ستكون خبير ضمن لجنة طبية لتقييم حالة معينة فيجب أن تعلم ماذا تعني العز أو العهد دائم لبعض طيب اعتبارات تهم هل بننسى لكثير وأنا سؤال بجيبه كثير بالطلاب الطب بالطب الشرعي هل يأخذ الطفل فتفى طال العمل مهما كان عمره نعم الطفل لو عمره يوم وعمره شهر وشهرين طيب أنت مثلا بسيارة بالسيارة سواء أنت عملت حادث أو ضربت حدا بالسيارة فيها أطفال طفل عمره شهر شهرين تيجي تعطي عطال العمل طبعا دكتور شو طفل شو بدي يشتغل أنا ذكرت قدرته عودته لحياته الطبيعية هذا الطفل اللي صار عنده حالة سيرة يا جماعة عنده شيء متطور روحي حركي أنا كسر الطفل صار عنده مثلا رض دماغي قعد بالمشة أو بالبيت بحالة غيبوبة بحالة كده خمس ثتة شهر شهرين أو صار عنده كسر أو فتح بطن طب أنا أتأخر تطور روحي الحركة وبالتالي الطفل في التقارير الطبية وفي الخبرات الطبية يعطى فترة عطال عمل مهما كان العمر السبب لأن الطفل أنت بهذا الإصابة تأخر لديه التطور روحي الحركة طيب نأخذ بعين الاعتبار أثناء أثناء العطالة نعم الجنس نأخذ الجنس ضروري أنا ممكن للمرأة أعطيها عطالة أكثر من الرجل حسب مكان الإصابة العمل يعني أنا مثلا أستاذ في الجامعة مثلا صار شجار أكلت بوكس أو وجدتني ضربة عيني إما أروح الجامعة تطيب عيني إما أقول أروحتي محاضرة وعيني ورمانة أو أكون مذيع أو إلى خير أو رئيس لا لا فأنا ممكن أخذها عطالة أسبوعين ثلاثة طيب إنسان عامل تعرض ضربة ممكن أعطيه ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام فأنا بأخذ عمل وجنس المصاب عند فتعة طالة بعين اعتبار بالتقرير الطبي هام جدا وذكرتكم هذا يعتبر تزوير بالأضابير لما أعطينا التوثيق الطبي وبالتقرير الطبي يجب تجنب الحق أو الشطب عند كتاب التقرير الطبي كما ذكرت لما أعطيت كتاب بالأضبارة يمنع تجي أخطاء تشطبها بالقلم الأزرق مثل ما شو بعض الأضابير هذا اسمه تزوير شو بأسوي بحث بين قوسين بحث كلمة بل وأو تابع بالكلام لبعده لبعده أظن آه طيب إحنا راح نختم وأطلنا شوي تحملونا بعض مواطن التباس عند كتاب التقرير الطبي وتجعل الطبي في محل المساءل القامل طيب من خلال كملخص المحاضرة متى إن كتب الطبي ممكن يوم الأيام تجد نفسك أمام مساءلة قانونية عندك كتاب التقرير الطبي أول شي عدم التأكد من هويت المريض هاي هامة جدا أنا مريض مش تأكد من هويته ما بكتب له تقرير انتبه يا جماعة اثنين أنحك والشطب بس سيارة في هندي حك وشطب فأنت صبت مساءلة قانونية كتابة معلومات خاطئة من قبل الطبي يعرف الصواب يعني شؤل شؤل الكلام يا أنت بيحس يبدأك تساعد المريض أنت بتعفف هذا المريض مش مريض متمرض تمام مثل الموظفين أنا سيت أقولكم التقرير العادية هيك بدي واحد يجاوب أكثر ناس بيأخذوا تقرير طبي العادي بيجيبكم على العيادات وعلى المشافي بدي استراحة ثلاثة أيام واربعة أيام مين مين أكثر ناس بيأخذون هذا استراحة ثلاثة أيام واربعة أيام وخمس أيام بيراجعوكم كثير بالعيادات للكل مين مين بدي جاوب إلو علامة طبعا الموظفين دكتور قصاي مين كمان احكوا أسماء الموظفين غيره غيره لا لا في أهم أهم الموظفين أهم 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 وأكثر شيوعا ما هل مدرس موظف الزواج طبعي ليش هدو زواج تبريغي استراحة شو هدو استراحة لا هم موظفين هاي كل هم موظفين أعطوني لا لا مو الدكاترة الدكاترة ايه في فترة كورونا مو لغاتها ساكنين مخيمات لا 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 في شيء أهم أهم لما كنت طلاب يا شباب مو المرابطين الطلاب الطلاب يا شباب اللي بدرس في الجامعة بيشوف بصراحة كتبنا لك مين كتب خلص لكان حقه مصطقة الفكرة بصراحة الطلاب اللي بدرس في الجامعة الطالب كتير من شوق بس عنده فحص عملي قلت الطلاب وصلت فيه لك علامة عندي كورونا محمد رأفة لعلي طيب لما يكون عنده امتحان عملي أو مذاكرة الحل الوحيد الحل الوحيد انه يبرر غياب يجيب لك تقرير طبي مشان تبيد له امتحان العملي ومذاكرة السلام وظف ليش بطلب الاستراحة السبب انه اذا برر غيابه باجازة طبية مرضية ما يبخص مراته في بعض قوانين المنظمات او الشركات او الجاه تمام لانه مخلص اجازات ادارية بده يغيب شلون بدي برر غيابه يومين ثلاثة وما يخص مراته بيوخذ تقرير مرضي بيوخذ اجازة مرضية طيب الطلاب من شان المذاكرات والامتحانات يا جماعة وقت المذاكرات والامتحانات الطلاب يجننون هذا ابو مات وهذا جدة ومشة وهذا مرته ما بعرفين والله يا جماعة في طلاب عندي وفى ابو مرتين وفى أمه مرتين وفى جده خمس مرات كل مذاكرة او بيجيب او بيوفي مرته اخر شيء انا قلت يا جماعة لن أقبل اي تقرير الا بحالة واحدة انك جيب تقرير وفاء لك لحالك يا طالب لان بصراحة كثير خاصة بأزمة كورونا تصور جيب لي مسحة ايجابية جيب لي مسحة ايجابية دكتور والله أنا غيبت مسحة ايجابية وجاء لي عندي على الجامعة ينط مثل الارنب لا كمامة ولا شيء طيب انت ما ستكي شو جاو عندي لا في عندك ابدا طيب اذا كتابة معلومات انتبوا يا شباب كتابة معلومات خاطئة من قبل طبيب يعرف الصواب المقصود فيها انه انت ممكن تعطي تقرير طبي بحس النية كتابة معلومات بسبب عدم المعرك والإهمال والتسرع احيانا انت ما عندك معلومة بشيء معين والله عم بكتب المعلومات تكتب تقرير عم بتكلم أنا بشغلات اخطك بين خيان مسألة قانونية الخطأ في تقدير نسب العجز لعدم وجود جداول لمراجع ثابتة هاي بخصصنا كطب شرعي وانا كتير مبسوط من كل الأطباء بالمخرر الشمال شمال المخرر ما احدا بيحطنا سفعجة المريض بتقريره الأحادي اما باللجام من التساعدات طبعا عدم تسلسل المعلومات وعدم ذكر يعني أنا كتبت معلومة هوية المريض بعدين وصلت قبل النتيجة بدكو من التقرير طبي هيك اكاديمي عدم ذكر اسم الطبيب التاريخ بشكل صحيح في نهاية التقرير عدم الاعتماد على الاستشارات الطبية في الاصابات المعقدة والمركبة انت طبيب صحيح انت طيب عظميا انت طيب داخلية لكن هذا المصاب عنده إصابة عصبية عنده إصابة عينية عنده إصابة أذنية عنده إصابة فعنده إصابات معقدة فأنت لا عندنا مثل بحوران ألف أم تبكي ولا أمي تبتي واحدة بالحوران واحدة بالمدني تمام فأنت عندك إصابات معقدة مركبة أخي الكريم لا تلحط حالك موقف حرج اطلب استشارات كما ذكرت التعاطف مع المريض ولا سيم الطلاب والأقارب والأصدقاء نحن نعطيهم تقارير طبية بحس النية لكن هذا التقرير يا زميل قد يكون سببا في وقوفك أمام القضاء والمسائلة القانونية وإذا كان هذا التقرير لتغطي عن جناية قد يكون سببا في سجنك شكرا لحسن أصغائكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في نقل المعلومات لأنا حاب أذكركم من خلال تجربتي خلال تقريبا معادة 30 سنة في الطب والطبابة الشرعية